السلام عليكم اصدقائي النهاردة هشتغل في فكرة بسيطة قوي ومش هتاخد في ايدي وقت باذن الله هي الخشبة دي هي الاوحيتلي بالفكرة هي على شكل عين بصراحة وهي كمان هدية من صديقة عزيزة علي بشكرها جدا على الخشبة انا اول انو شفتها قلت ان هي شبه العين فقالتلي خلاص خذيها واكيد هتطلع من تحت ايديك حاجة مختلفة فبجد اشكرها جدا على الثقة وعلى الهدية دلوقتي انا الخشبة دي اوحيتلي بالفكرة بصراحة وهي على شكل عين بس حبيتها او انوه عن حاجة بالنسبة للعين او الكف والحاجات اللي هي المعتقدات دي هي في الاصل برضو رموز من الفن الشعبي علشان بس محدش يجي يقول ده اعتقاد ديني خاطئ او الحسد او الكلام ده انا وانا جتني الفكرة على انه رمز من رموز الفن الشعبي العين والكف والحاجات دي اوكي بالرغم ان الحسد زك في القرآن الكريم ولكن مش ده اللي انا بفكر فيه وانا بشتغل في الوحدة بتاعتي انا بعمل عمل فني تمام خلاص واضحة اوكي كده ماشي ابتدي اشتغل اشتريت لها الخارس ده وكان عندي الكف ده في وسط الشوية اكسسورات قديمة وبردو من الحاجات في حاجات جديدة وحاجات قديمة بصراحة انا جبتها لها مخصوص يعني ده لقى ده اه ده اه ده قديم من اكسسور قديم الحاجات دي اه ده اكسسور قديم برضو وده اكسسورات انا جبتها عشان اكمل بيها الفكرة اللي جت في دماغي اوكي اه هبتيجي اشتغل طبعا الون الاول الخشبة وبعدين اشتغل اه كل الكطاة ذلاية انا علقتها في سلسلة ونهاية السلسلة في مصمرة عشان هقولوكو هعمل بي ايه بعد كده مجهزاها اه عشان تبقى سهلة اه للعمل على طول اه اول حاجة انا عايزة التأثير بتاع الخشب يكون ظهر لي لان دي خشب طبيعي فحب قوي التأثير بتاعي يكون ظهر هعمل ايه ادي شوية من الورنيش المائي يبقى انا حطيت ورنيش مائي ليه ورنيش مائي الورنيش المائي اساسا اه انا اه انا بدهن الخشب اه اه طبعا بيبقى شفاف هو بيصد مسام وبيبقى شفاف وما بيدينيش اي لون اوكي بس انا عايزة عامل لون بقى عايزة عامل لون خشب صمرة الخشب تظهر اه منه فهاخد اه قليل من النسكة فيه هدويبه في شوية الورنيش اللي هو الورنيش اللي انسكة فيه؟ انسكة فيه بيدوب بيدوب في اي سائل غير القهوة القهوة طبعا ما بتدوبش القهوة بتسيب رواسب انا مش عايزة رواسب انا عايزة انسكة فيه يدوب في المعجوم في المعجوم او في القصدي في الورنيش بتاعي ادويبه هيديني لون خشبي كل ما زود النسكة فيه هيغمق الدرجة بتاعتي وفي نفس الوقت بيدوب ببساطة جدا كيان انا بتدويبه في مية يبا زي ما قلتلكم ما ينفعش اجرب او احط القهوة ده كده خلاص ديب هبتدي الون الخشبة بتاعتي كاني بعتقها بغير خفيف من لونها وممكن قوي كمان نستعمل على فكرة مية الشاي مية الشاي نفسها بتدي لون حلو قوي هيديني درجة محمرة شوية للصمرة وفي نفس الوقت نضيف لها برضو قليل من الورنيش عشان يمسك فيه فانا كده عما تنشف هتظهر الدرجة بتاعتي النسكة فيه لما اللابيض بتاع الورنيش ينشف تمام كده اه وانا بلون مش ما سيبش علامة كده العلامة دي هتبقى فيه بروز ممكن بعد ما اخلص بالسفين جاو امشي عشان اساوي السطح كله ما يبقاش عندي عالي ووقتي اغمق شوية وفي نفس الوقت السمرة بتاعتي بيناه شايفين اللون حلو ازاي اه ممكن بعد ما انا خلصت كده هنا مميه ونقطة لون ازرق و شوية اه ورنيش برضو هحاول امسح على ادي برضو ايه خفيف لون نفس الوقت الدرجة بتاعتي السمرة هتبقى باينه ممكن تحديد نقطة للعين هسيبها تنشف ما شوية وكيفين مع بعض النتيجه بعد ما تنشف اوكي هسيبها تنشف والشركل ذا كده اامائ وهاولو الان ازinks حلو اللون. انا من عشاء الازرق. من عشاء فعلا. حتى دي كوربيتي كله الازرق. خلاص كده نسيبها تنشف ونرجع لكم بعد ما تنشف دبان النتيجة الى لقاء قريب ان شاء الله. نبدأ سوا في تزيين الشكل. اول حاجة هلزق الكف هنا في النص. ممكن تلزق بالغيرة. ممكن تلزق بالانبوب تلو. عندنا في مصر اسمها امير. موجودة في ايسبون ماركت. ممكن بال بالشوالة. يعني اي حاجة اي جلو موجود. انا هعمل بال بالغلو ده. الشوالة. المفرد ان انا اسيبه شوائيا كده. وبعدين الزق. اشوف المقاس عشان انا عايزها في النص بالزبط. تمام. تمام. هذه اول حاجة. هاجي بعد كده. الخرص اللي انا عملايا. هعمله على الحرف. بالشكل ده. يعني حوالين العين كله. انا فكرت ان انا اسيبه في المربوط. بحيث اني لما لو يعني اا واحدة واحدة مسلا خرزة فكت من الجلو بتاعها. ما تقرش. تبقى مسكة في الباقي. دي فكرة يعني. بس متهية اللي هتنفع. هبتدي اعمل. الجلو اللي هو الامير. والزق. بسم الله الرحمن الرحيم. الوحدات بتاعتي. سبتة على طول ازاي? لانه قوي. بالشكل ده. هخلص الوحدات كلها. وطبعا الامير ده واحنا بنشتغل به. بنراعي انه ما يجيش على اليد. لانه قوي جدا. بعد ما لزقت الايطار اتبقى الحبة دول. فجربتهم كده عجبوني. عجبني الشكل. فهبدأ الزقهم بالشكل ده كده. حوالين الكاف. هلزق كله. هلزق كله. اه وبعدين ايجي اعمل ايه بقى. انا دول هتحشرهم دلوقتي. هتزقهم بعضين. عشان اوريكم الخطوة التانية. هاي من تحت. اعلمت علامات. عشان اه اعلق الوحدات اللي انا عملالها سلاسل. هاي دي في النص هعمل الوحدة الكبيرة. اللي هي دي. على حرف السلسلة حطيت مصمر رفاية اللي هو البرمة. اللي هو البرمة اللي هو البرمة. اللي هو البرمة اللي هو البرمة اللي هو البرمة. اللي هو البرمة اللي هو البرمة اللي هو البرمة. وعندي برضو سلسلة نفس السلاسل اللي انا عاملة بيها الوحدات هعملها عليقة من فوق برضو بنفس الفكرة تيجي كده هنا وهنا بمصمار بورما برضو وتبقى دي العليقة بتاعتنا هخلص الفكرة كلها طبعا ما انا مش ه يعني ايه اه بعد ما خلص اللزق والمسامير هوريكو هعلقها طبعا لازم تتعلق عشان يبين شكلها هنا اه هعمل ايه بالمصمار اعمل خر عشان اسهل على نفسي دخول المصمار كده هو وبعدين ادخل المصمار وابرم ومع البرم هو هيكون هيدخل في الخشب ويمسك كويس رفايع قوي طبعا فايه نحتاج دقة جمدة عموما انا هخلص الفكرة زي ما قلتلكو هلزق هعمل المصمار في الناحية دي كلها وفي الناحية دي وبعدين نشوف النتيجة كده وصلت للشكل النهائي بعد ما علقت الدليات ولزقت الخرز وعملت السلسلة من فوق علشان يتعلق منها فهقرب نشوف مع بعض التفاصيل شايفين السمرة بتاعت الخشب ازاي زهرة وباينة والكاف الدليات يعني ممكن برضو بعد كده ازود شوية الدليات كمان بس حاسة ان هي كده يضوبك حلو قوي وكده الشكل كلها على بعضها يارب تعجبكم فكرة النهاردة وانتظروني فكرة جديدة بازن الله وعمل جديد وفيديو جديد يارب اكون افدتكم ولو بشيء بسيط قوي في فيديو النهاردة باي باي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة